أهلا بكم. قال دين مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أنه ليس هناك ما يدعو للاستغراب بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبية بأحمد المطالقة ببناء مئة سد في إشارة إلى استنكار الخارجية المصرية تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبية. وفي مؤتمر صحفي اليوم أوضح مفتي أن القوانين الدولية تتعلق بالأنهار العابرة في حين أن إثيوبيا لديها أنهار داخلية والعيسة عابرة. فيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء هذا الأسبوع المتعلقة ببناء مئة سد. ما الذي يدعو للاستغراب حولها؟ هناك ثوبت موجودة عندما يكون الحديث عن سدود تقام على الأنهار العابرة. ونحن كدولة دائما نحترم قوانين الأنهار العابرة بحيث نستفيد ولا نلحق أي ضرر بالآخرين. لكن إثيوبيا لديها أيضا أنهار داخلية كثيرة وغير عابرة. لا نرى في الأمر شيئا إذا كنا سنبني عشرة أو مئة سد. وبلادنا تضع في الاعتبار عدم تضرور مصالح دول الجوار خاصة دول المصب. لذلك لا تزال مفاوضات سد النهضة جارية بهدف ضمان عدم إلحق أي ضرر بمصالح دول المصب. وكما أعودناكم مشاهدين الكرام نعرض عليكم ما يتوافر لدينا من صور فيما يخص تطورات العمل في سد النهضة أولا بأول. وقد أظهرت صور فوتوغرافية متداولة. ولا التقطت صباح اليوم تطور أعمال البناء في سد النهضة. هذه هي أولى هذه الصور وأحدثها التقطت صباح اليوم. بالتأكيد جميعنا الآن يستطيع أن يميز هذا الجزء الأهم في سد النهضة وما يسمى بالممر الأوسط. والذي كانت تعلوه المياه حتى إبريل الماضي. وبعد ذلك توقفت المياه عن اعتلاء هذا الجزء من الممر الأوسط. وفقد باتت تخرج من هذين الفتحتين في المصار الذي يصل بعد ذلك إلى دولتين المصاب بمصر والسودان. كما ترون الصورة واضحة للغاية. هناك أعمال لتعلية الممر الأوسط الآن. كما ترون مسألة وضع الخرصانة المسلحة على الممر الأوسط. لكن هناك اختلاف إلى أي مدى استطعت إثيوبيا حتى هذه اللحظة أن تقوم برفع الممر الأوسط. البعض يتحدث عن ما يقرب من أربعة مترات أو أربعة متر. والبعض يتحدث عن ثمانية مترات حتى هذه اللحظة. لكن الأعمال على قدم وصاق في الممر الأوسط. وأعمال ارتفاع هذا الممر تسير على ما يبدو بشكل طبيعي. هناك أيضا صور أخرى دعونا نذهب إليها. هذا هو صور ما يعرف بالتوربينات. التي ستكون بعد ذلك هي المنفذ المياه ومن ثم توليد الكهرباء. أذكركم مرة أخرى مشاهدين الكرام. هذه الصور الفيتغرافية التقطت اليوم. وهي حتى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. أعمال أيضا الإنشاء مستمرة فوق التوربينات المختلفة. التي ستقوم بتوليد الكهرباء. لدينا صورة أيضا شبيهة بهذه الصورة. لكن من زاوية أخرى. هذه هي بحيرة سد النهضة. إذن هذا الجانب من ناحية بحيرة سد النهضة. لأعمال المستمرة فيما يخص الجزء الخاص بتوربينات سد النهضة. إثيوبيا كل ما تريده في هذه المرحلة. وعملية المال الثاني أن تقوم على الأقل بتشغيل أكثر من توربينات. وبالتالي يتم إنتاج الكهرباء. لدينا صورة أخرى من زاوية مختلفة أيضا. هذه الزاوية لجزء خاص بالتوربينات. لكن من الأعلى. هذه الخزنات هي التي ستقوم بتوصيل المياه للتوربينات. من جهة أخرى لبدء أعمال توليد الكهرباء. هذه الصورة كما ترون من الأعلى ومن زاوية أخرى. غير الزاوية التي كنا نتحدث عنها. وكما ذكرنا مشاهدين الكرام. تخطط السلطات الإثيوبية لتعلية الممر الأوسط. أتمنى أن نعود لصورة الممر الأوسط مرة أخرى. هذا هو الممر الأوسط. إثيوبية تخطط لتعلية الممر الأوسط ليصل إلى 30 متر خلال الشهرين القادمين. تحديدا للوصول عند منسوب 595 متر فوق سطح المياه. ما يمكنها في هذه اللحظة من حجز 7 مليارات متر مكعب بحلول غسطس المقبل. أعتقد الهدف كان المعلن هو حجز 13 مليار متر مكعب ونصف المليار وليس 7 مليارات. سنكون معكم دوما فيما يخص هذه التحديثات لهذه الصور. والعيون دائما الآن في مصر والسودان مثبتة على الممر الأوسط وعمليات التعلية. إذا استطاعت مرة أخرى إثيوبية أن تقوم بتعلية 30 متر وتصل إلى 595. هذا سيمكنها من إنجاز مسألة المال الثاني 13.5 مليار متر مكعب ونصف المليار. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من القاهرة دكتور نادر نور الدين. أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أحييك دكتور. كما أحيي ضيفي عبر الإنترنت من واشنطن السيد جمال أحمد البشير الباحث والمحلل السياسي الإثيوبي. أهلا بك معنا سيد البشير. وأريد أن أبدأ معك لأن على ما يبدو أن أعمال الإنشاة في سد النهضة وعملية المال الثاني تقوم وتستمر على قدم وساق. وبالتالي لا رجع ولا توقف لهذه الأعمال والاستكمال عملية المال الثاني حتى ولو لم يكن هناك تفاوض بين دولتها المصب كما هو حادث الآن. هل هذا هو التصور الصحيح سيد جمال؟ أشكرك أولا أخي أحمد وضيفك الكريم وكذلك المشاهدين. أما ما يتعلق بالتفاوض فإثيوبيا لا زالت تطالب به. وكذلك تتمنى أن يتوصل إليه كل من يسعى لأن يستمر هذا التفاوض. وإثيوبيا تدعم ذلك. لكن ما يتعلق بالنسبة للعمل على السد هو موافق عليه من 2015 باتفاقية المبدئية. فهناك نصوص تدل على أن لمالك السد الحق في مواصلة هذا السد. وكذلك الملء لأنه موازي للعمل والملء لا يختلف مع البناء. فكذلك لم تخالف أيضا مسألة الملء الذي تفق عليه. الأرقام هذه لم تأتي من فراغ. وإنما جاءت من الخبراء المتفق عليها بين ثلاثة دول. الملء الأول كان 4.9 والآن 13.5. كل هذه الأرقام موضوعة مدروسة دراسة عميقة. حتى تنازلت أثيوبيا ما بين ثلاث سنين إلى سبع سنين. وحتى أن هناك إمكانية رفع هذا السقف الملء. وهذا طبعا بشهادة الخبراء. وبشهادة أيضا رئيس الوزراء أو وزير الخارجية المصرية السيد سامح شكري. أنه لا يمثل أي ضرر. سيد جمال هنا للأسف. لا أقول للأسف. لكن على الأقل نحن كنا أمام تضارب. حتى عاد بعد ذلك سامح شكري. وقال عكس الكلام. قال أن هناك ضرر. وزير الموارد المائية المصرية قال هناك ضرر. جميع ومعظم المسؤولين السودانين يتحدثون عن ضرر. لكن سؤالي ما سر هذا التثاوت الكبير بين رؤية دولتين المصب وإثيوبيا؟ إثيوبيا طيلة الوقت تتحدث. لا ضرر. سنكمل. دولة المصب يتحدثان عن إشكالية حقيقية. متى سنجد تقارف في وجهات النظر؟ أم أننا نحن تخطينا مسألة التقارف في وجهات النظر. وكل طرف يعمل لحسابه الآن؟ أنا أعتبر الخلاف الكبير هو يتكون في مسألة السياسة. لأن الموضوع المهني أو الموضوع التقني وما يتعلق بالسد كعمل والتشغيل والملء المفروض يراقبه ويعمل فيه ويعطى فرصة أكبر للخبراء. خاصة خبراء كما طلبت السودان وكذلك أثيوبيا من قبل. خبراء الذين يعرفون طبيعة المنطقة وحاجات الناس في هذه المنطقة. خبراء من الاتحاد الأفريقي. ولكن كل ما يصب الآن في مسألة الفنية والمتعلقة بالتقنية كلها شبه متفق عليها إلى أن شهدوا لها بأنها وصلت إلى 95% في وقت لما جاءوا إلى أمريكا في الاتفاقية هذه. إذن المسألة الآن مسألة عدم الثقة لأثيوبيا جاءت من أين هذا يحتاج إلى تحليل آخر. لكن بدأوا الآن يشككون في نية أثيوبيا في أنها تريد أن تهيمن على النهر. وكذا هذا كله لا يتماشى مع طريقة الناس. سأعود إلى هذا الأمر سيد بشير. الذي شهدوا له بأنه لتوليد الكهرباء. سأعود لهذه النقاط مرة أخرى. لكن دعني أعطي فرصة للدكتور نادر نور الدين. أستاذ الموارد المائي في جامعة القاهرة. دكتور نحن نعرض مرارا وتكرارا لسير العمل فيما يخص سد الناد. أنا متأكد أن حضرتك متابعة بشكل مستمر لتطورات العمل. تطورات مسألة حتى الملء الثاني. كيف ترى هذه التطورات بعين الخبير من وجهة نظرك حتى هذه اللحظة؟ أولا أفنت كل ما قاله الضيف الإسيوبي. لأنه كالعادة لا يقولون الحقيقة أبدا. يقول أن أعلان المبادئ 2015 يعطي الحق للإسيوبيا في تعديل ما تم الاتفاق عليه في أي مرحلة من مراحل ملء السد. هذا صحيح يعطي الإسيوبيا ما تم الاتفاق عليه. فهل اتفقنا على شيء؟ هذا النص هذا البند على أن الخبراء الوطنيين للدولة الثلاثة والمكتب الاستشاري الفرنسي الذي سيضع قواعد الملء والتشغيل مع الخبراء الثلاثة بعد أن يتفقوا يحق الإسيوبيا من وقت لآخر أن تغير وأن تختر دولتين مصد بذلك. فهل اتفقنا؟ أين مكتب الاستشاري الفرنسي؟ ألم تطردوا إسيوبيا واستبعداته بعد أن قدم أول تقرير لم يعجبها وأدنها إدانة واضحة؟ إذن الأخ هذا يأخذ الكلام من آخره ويؤوله كما يقول. ثم يعود ويقول أنه سدد لتوليد الكهرباء. بينما عندما أردنا أن ينص ذلك في إعلان المبادئ، أصرت إسيوبيا على إضافة عبارة سدد لتوليد الكهرباء وللتنمية الاقتصادية. تنمية اقتصادية يعني حتى لها إقامة مصانع حول خزان أو بحارة السد، زراعة، صناعة، تحويل المياه. كل ما إذن هو ليس سدد لتوليد الكهرباء باعتراف إسيوبيا وللتنمية الاقتصادية إذن. إذن هو يتحدث في أمور يلاوع فيها كالعالمة. دكتور اسمح لي بعض الكلمات يبدو لي تبدو شخصية يلاوع أو غير حقيقية. فدعنا نبتعد عن هذه التشبيهات ونتحدث في صلب الموضوع. دكتور نادر نور الدين. تفضل أكمل ما لديك. فإذن هو كل ما يقول عن إعلان مبادئ الخرطوم اللي أعطى لإسيوبيا الحق في تعديل ما تم الاتفاق عليه. ونحن الآن لم يتم الاتفاق على شيء. إسيوبيا تهرب من أي اتفاق حتى نقول إنها يتم تعديله من وقت لآخر. أو هو بالضبط جاء يتم ضبطه من وقت لآخر بوجود وإختار مصر والسودان. إذن هذا لم يحدث. ثانيا هم بيملقوا على حسب التقدم في بناء السد وليس باتفاقه على مصر والسودان. يعني في العام الماضي كان نسبة الإنجاز في السد 72% وكان لا يحتمل تغزين أكتر من 4.9 مليار. فخزنوه هذا العام سيعلون الحجز الأوسط. وقد بدأ فعلا بداية من شهر مايو ولمدة سبع سبيع ينتهي يوم 20 يوليو لبدء حجز 13.5 مليار. إذن هما لا يبنون بناء على اتفاق أو يخزنون بناء على اتفاق مع مصر والسودان. ولكن على حسب حجم التقدم في بناء السد. كلما يسع لكمية من المياه يخزنوها بقرار منفارد دون الرجوع إلى مصر والسودان. ولا سؤالهم عن احتياجات مثلا. لكن اسمح لي دكتور نادر. أنا قرأت مثلا البند الخامس في اتفاقية المبادئ. بخصوص مثلا الملء الأول. كان واضح البند بيقول أن إثيوبيا تقوم بعملية الملء الأول. مع التفاوض. ولا توقف الإنشاءات. لا يوجد بند في اتفاقية المبادئ. يتحدث عن إيقاف الإنشاءات أثناء عملية التفاوض. صحيح لي إذا كان هذا قطع يعني. لا 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 لا. هذا البند الخامس يقول. أن استمرار العمل في السد أثناء المباحثات. لا نحن كنا الأول طلبين أن يتم توقف العمل في السد إلى أن يتم الاتفاق. لأن ربما كنا نريد تغيير موصفات السد. كنا نريد إنقاص الساعة الكلية للسد إلى 45 مليار بدل 75. وبالتالي إيسيوبيا أثرت على أن يستمر العمل في السد أثناء المباحثات. وليس أثناء الملء. إنما بند الملء قال أن الخبراء الوطنيين بالاشتراك مع المكتب الاستشاري التاولي. وهو المكتب الفرنسي. اللي اختارته إيسيوبيا. يدعون قواعد الملء والتشغيل. وبعد الاتفاق عليه. يحق لإيسيوبيا ضبط الأمور من وقت لآخر. إذن نحن لم نتفق إيسيوبيا استبعدت المكتب الفرنسي. إذن هذا البند أصبح واقع أو أصبح... لماذا لا تخرج مصر من اتفاقية المبادئ؟ بما أنك كما تقول. ليس أنت فقط دكتور نادر جميع. يعني الخبراء المصريين يقولون أن إيسيوبيا ضربت باتفاقية المبادئ أورد الحائط. لماذا لا تخرج مصر من هذه الاتفاقية؟ سيد الفاضل أفراغتها من دميع محتوياتها. البند الخامس مثلا. البند العاشر اللي هو اللجوء إلى وسيط دولي. ثم رفع الأمر إلى رؤساء الجمهوريات في البند العاشر. إيسيوبيا طرف التطبيقه. إذن هي أفراغته من كل محتوياته وخدت بند وحيد فقط. اللي هو البند الأول. اللي هو عدم ممنعة مصر والسودان لبناء السد. إذن نحن وفقنا على السد. ولكن العشر بنود التانيين ألغتهم إيسيوبيا. إيسيوبيا المكتب الاستشاري الفرنسي. استكمال الدراسات. الفضراء الوطنيين. مبدأ التعويض. إذا ثبت حدوث ضرر تنظر إيسيوبيا في تعويض مصر والسودان عن هذا الضرر. كل ده كله إيسيوبيا فرغيته. إحنا طالبنا في مصر عرض الأمر على مجلس النواب لسحب هذا الاتفاق. وإعتباره كأن لم يكن ومزار الأمر ساريا. وأن بعض الدبلوماسيين بيترددوا في هذا الوضع. لكن خليني أتكلمك على موضوع أنه لا ضرر ورا ضرار. أنه الصور أقمار الصناعية أثبتت أنه بدأت إيسيوبيا تعلل حاجز الأوسط. وبدأت تحجز المياه والتخزين بدأ من دلوقتي فعلا. بدليل أن إيسيوبيا فتحت الفتحتين السفليتين للسد لتمرير المياه إلى مصر والسودان. الفتحتين السفليتين للسد بمرروا يوميا هما الاثنين مع بعض من 50 ل70 مليون. بينما احتياجات مصر والسودان. مصر بتصرف من الساد العالي يوميا من 150 ل200 مليون. والسودان بتصرف 100 مليون أدي 300 مليون. إيسيوبيا هتدينا من الفتحتين دول 50 مليون فقط. النتيجة لأن بناءها للحاجز الأوسط حيمنع خلاص مرور المياه. والصور الجوية أثبتت ارتفاع المياه أمام الحاجز الأوسط من نحو 2 متر في الأسبوعين. يعني حتى المياه القليلة اللي الفيضان لم يبدأ بدأوا يحجزوها من الآن. مقابل أن هم يفتحوا الفتحتين السفليتين. ده بيسبب لمصر حاجة بنسميها الصدمة المائية. يعني أنت هتديني 15% من المياه اللي أنا متعودة. إن أنا أصرفها كل يوم. أنا والسودان بنحتاج 300 مليون كل يوم من الاحتياجات اليومية الأساسية. اللي هو قطاع الزراعة والصناعة والمنزلي والمحليات والبيئة والنزوم الملاحة النهرية. بنحتاج 300 حتديني 50. ثم تقول أن السد لا يضر بمصر والسودان. طلبنا الفتحتين دور يكونوا أربعة. عشان بدأ ما تديني 15% من احتياجاتي تديني حتى 30. ولكن الأساسوبية رفضت بعين لأنها تريد أن تتحكم في مصر والسودان. إذن الصدمة المائية دي لما تخصم مني 85% من المياه اللي تعودت أن أنا أستقبلها في شهور الفيضان. لما يكون تديني 50 مليون كل يوم يعني في الشهر 30 يوم يبقى مليار ونص. طب أنا متعود في يوليا وأغسطس أستلم في شهور الفيضان 11 مليار متر مكعب كل شهر. بدل ما بستنم 11 مليار هتديني مليار ونص عشان أنت تملى 13 ونص مليار دون اتفاق. طيب لازم نتفق لي عشان أعرف أدبر حالي منين. أعرف أدور على موارد. أعرف أدور على تشغيل محطات مية الشرب في السودان. توليد القاربة السد العالي. كل الأسيوبيا تتعامل بعنجهية كاذبة وتحاول أنها تفرد علينا كم الملء وكم المياه التي تذهب إلى مصر والسودان. مع كل تحفظاتي على بعض الألفظ التي وردت حتى لا نأخذ مصار النقاش بعيدا عن صلب الموضوع. أرجو أن تبقى معي دكتور نادي نور الدين. بتأكيد أن أسأعود إليه كاميرا أخرى في السياق. مشاهدين الكرام. قال السفير المصري نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق أن الصدامة قادم مع إثيوبيا حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن مصر لا تعترض على التنمية في إثيوبيا شريطة عدم الإضرار بمصالحها المائية. فلنتابع. أنا وصفت المرحلة الحالية أنها مرحلة فارقة. إما نتحول تجاه مفعوضات جادة نوصل بها لحل. أم نجد نفسنا أمام طريق مسدود. ستؤدي إلى مواجهة. طبيعة المواجهة لتفاصيل نتكلم بها بعدها. إنما لا يوجد خياف جادة. إما تغيير في السياسة ستحصل مواجهة. سيد البشير. إما تغيير في السياسة ستحصل مفاجأة. هذا ما يقول وزير الخارجية المصري الأسبق. هل هذا متوقع بالفعل أن نرى صدام عسكري بين مصر وإثيوبيا؟ بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى؟ أم ماذا؟ أولا أسألك أن تطيني وقتا كافيا لكي أرد على كل ما ذكره أخونا نادر نردين. بالنسبة لما يقال بين المحللين والذين يظهرون أيضا على الشاشة. دون مخالفين لما يقوله الخبراء الذين يمارسون العمل على الميدان تفاوضيا وكذا. إذا سمعنا الآن من رؤساء التفاوض من قبل ومن بعد أيضا. لا يذكرون كل هذه الكلمات التي الآن سمعناها من أخينا. إنهم لا يقولون أنهم لم يتفقوا على 13.5 مثلا. وهذه الأجزاء التي تعمل فيها إثيوبيا متفق عليها من قبل لدى الخبراء. وما يذكره أيضا من أرقام مليارات وما تصب الآن مثلا من الفتحتين. كل هذا تخمين ليس له حقيقة. والخبراء الذين هم قائمون على هذا العمل يذكرون أرقام مغايرة ومخالفة تماما. مع العلم طبعا سيد بشير. الدكتور ندر نور الدين واحد من أهم الخبراء في مصر في هذا السياق. أنا فقط يعني أوضح. نعم لكنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يعرف الفتحات التي ركبتها إثيوبيا هناك. وكم تخرج من الأمياه. وخاصة مع أيضا الخلاف الخبراء. يعني مثلا خبير أنتم تعرفونه ويأتي دائما دكتور عثمان التوم. ذكر أن الفتحتين تخرج أكثر من 65 مليون. يعني متر مكعب. فالخلافات هذه قائمة. فنحن لا ينبغي أن نبني معلومات كثيرة. بعيدا لن ننتهي في موضوع الجدل الفني. بعيدا عن الجدل الفني. أنا أسألك عن مسألة عن كلام نبيل فاهمي والمواجهة العسكرية. لضيق الوقت يعني. نعم أنا أقول المواجهة العسكرية لم تكن جديدة بالنسبة لنا. يعني هي بدأت منذ نسور النيل الأول ثم الثاني. ثم بعد ذلك الإسم الغريب أيضا الحمات النيل. ولا ندري من أين يحمون النيل. ومع أنهم في دولة ممر ومصب. والحمات الحقيقيون الذين يطهرون هذه الأنهار من النباتات المضرة. وكذلك يشجرون الأشجار لكي يحافظوا على الأمطار في مناطق المنابع. وكذلك كل هذه الدول على الحوض هي التي ينبغي أن تسمى بهذه الأسماء. لذلك هذه الاستفزازية أي كلمات وتسريحات تعودنا عليها. فإن جاءت تريد أن تحقق ما قالته. وهو بداية أنه يعاب على أن يقال. لكن إن أرادت الحكومات المصرية الآن أو السودانية تريد أن تطبقه على الواقع. حيث أنها تحارب الدولة الإثيوبياء. تعتبر معادية والعداء يرد بالمثل. فإثيوبي أيضا جاهزة في أن تدافع من حقها المشروع الذي يكفل لها القانون الدولي. والقانون الذي تفعله. لضيق الوقت دعني أن أعطي فرصة أخيرة للدكتور نادر مردين سيد البشير. دكتور نادر أنا لا أريد أن أأخذك من الجانب الفني كثيرا. لكن على الأقل من الناحية الفنية على ما يبدو أن إثيوبيا تسير في مصارها. وعلى نهجها إلى النهاية. هذا ببساطة شديدة يقول أن الأمور انتهت. أنه لا حلول فنية وتفاوضية. ويجب أن يكون هناك حلول أخرى أي أن كانت عسكرية أو غير عسكرية أم لا. أنت بتزعى لما أقول أنه ما بيقولش الحقيقة أو بلاوع. لكن يعني. لا أنا مش زعلان. أنا بس كلمة بلاوع ممكن ما تكونش كلمة مناسبة لهذا النقاش. وليما كانت حضرتك كمان على الأخل. آف. أرجو أن نحن بعيدا عن هذه الألفاظ. تحدث كيف ما شئت. تفضل. في 13.5 مليار اللي هو بقول اتفق عليها الخبراء. هل هذا قرار منفرد لإسوبيا أم اتفق عليها مصر والسودان. وإذا كنا اتفقنا فلماذا الخلاف؟ نحن لم نتفق هذا قرار فاردي لإسوبيا. فرضت علينا أنها السنة اللي فاتت تخزين 14 من 10 دون الرجوع إلينا. وحصلت مشاكل في محطات مياه الشرب في شرق السودان. وفي سداء الروسيرس وصنار. ثم أطلقت المياه فأغرقت الدنيا. هذا العام خدت قرار منفرد أيضا ب13.5 مليار. والبيت الثاني يقول لك ده الخبراء اتفقوا على الرقم. اتفقنا إمتى على الرقم ده؟ أمنا الخلافات القايمة دلوقتي قايمة على إيه؟ قايمة لأننا لم نتفق. وقايمة لأنه قرار منفرد من إسيوبيا واحدها دون الرجوع إلى مصر والسودان. دون أن تسمع احتياجاتنا إيه خلال شهر. بعدين بيقاوح في الرقم الرسمي الخارج من إسيوبيا. أن الفتحتين السفليتين تصدفقتهم من 50 إلى 70 مليون. يعني المتوسط بتاعهم 60 مليون. وقال لك لا لا مين اللي قال الكلام ده؟ لما أنا فني وأستاذ موارد مائية وأكاديمي. فأنا لما أقول لك أنا أعرف عن إسيوبيا أكتر من أنت تعرف. لو جينا نتكلم على أن الوضع حاليا لم يصبح المحاور والاتفاق فيه قائم. أولا ليه إسيوبيا مثلا تصر على أن الاتحاد الأفريقي وحده هو الذي يشرف على المفاوضات. ده إحنا نتكلم عن نهر دولي. يبقى أي دول العالم اللي عايز يتفق يرحب بأي اتفاق دولي. إذا جي من الاتحاد الأوروبي أهلا وسهلا. إذا جي من أمريكا أهلا وسهلا. جي من البنك الدولي أهلا. إنما هم عايزين يعملوا نفسه بأن هم أكتر انتماء لأفريقيا من مصر والسودان. طيب يا دكتور نادل وبناء عليه إسيوبيا لن تغير من نهجة. مثلا ما الذي يجب على مصر الآن أن تقوم به؟ هذا هو سؤالي باختصار أرجوك دكتور. هي تجرون إلى الحرب وهم يظنون أنهم يستطيعوا قدرين. كل القوة الإسيوبية الطيران عندهم 12 طيارة ومصر عندها 1200 طيارة. نحن بيكلب من قوات غير متكافأة على الإطلاق. لو جينا أحكام السواريخ الموجهة والبعيدة المدى. ما فيش مقارنة بين هنا وبين هنا. إذن هما يجرون إلى الحرب. لأن المياه من المواد التي يحارب من شأنها. يقول لك القانون الدولي وقف مع إسيوبيا في حقها في إنشاء السدود. القانون الدولي إدل إسيوبيا الحق في تخزين 75 مليار متعب من نهر صغير. كل ميته 49. مين اللي قال من حق إسيوبيا تخزن 75 مليار من النيل الأزرق وحده؟ ده ما فيش حد يخزن هذا الرقم أبدا في الدنيا. مين اللي ده هذا الحق اللي بقول القانون الدولي بيقف مع إسيوبيا؟ بل إسيوبيا تتحدى القانون الدولي وتستفس مصر والسودان وتجرها إلى حرب. وسنحارب قريبا كما قال نبي الفهمي والصدام قادم لا محالة. إذا كان نبارح أبي أحمد دول حنبني ميت سد السنة الجاية. بصوا النبي الكلام الفاضي قال لو عرفت منين أنها حقصة قال له من وسعها. ميت سد ده أنت كل اللي عندك 13 سد بنتهم في 60 سنة. ستبني ميت سد في سنة. من الحديد بقية دكتور. أنا أشكرك على هذه المشاركة. طبعا أتحفظ على أي كلمات تبدو. من الممكن فيها أي إساءل أي شخص. الدكتور نادر نور الدين. أستاذ الموارد المائية في جماعة القاهرة. كنت معي عبر الإنترنت من القاهرة. شكرا جزيلا دكتور نادر. كما أشكر ضيفي عبر الإنترنت من واشنطن. السيد جمال البشير. الباحث والمحلل السياسي. الإثيوبي. شكرا جزيلا. شاهدين الكرام. في السياق دشنت أحزاب وشخصيات سياسية مصرية. جبهة شعبية للحفاظ على مياه نهر النيل. وقدمت مطالب عدة للسلطات. قالت أنها تهدف للحفاظ على حقوق مصر المائية. وقال البيان التأسيسي للجبهة. إن استكمال بناء سد النهضة وزيادة سعته إلى 74 مليار متر مكعب. يشكل خطرا داهما على الوجود الحضاري والبشري لمصر ذاتها. كما يمتد لجعل المياه أداة تهديد وضغط استراتيجية على الاستقلال الوطني للدولة. وطلبت الجبهة السلطات المصرية بإلزام إثيوبيا. بالتوقيع على كافة التعهدات الخاصة. بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل. وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل. إلا بعد موافقة دولتين المصب مصر والسودان. كما طالبت بتوقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا. على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له. وشملت قائمة المطالب كذلك الوقفة الفورية لأي إجراءات ملء حقيقية. تقوم بها إثيوبيا وتجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة. كما تخطط إثيوبيا على حد تعبير البيان. وينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة. سيد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة المصرية الأسبق. وأحد الموقعين على البيان. سيد كمال أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر. ابتداءا. كلام مهم قرأنا حتى جزء منه في هذا البيان. لكن سؤالي كيف ستستطعون الضغط على السلطة لتنفيذ ما جاء في البيان. وإجبار إثيوبيا على عدم إكمال السد بهذا الشكل وبهذه الطريقة. النعمة وغيرها نضغط من أجل رد الشيء الأصل. لا يجوز أصلا لأثيوبيا أن تقيم مشروعات على النيل إلا بعد الرجوع لدول المصاب. هذا نصوص الخانون الدولي الذي تناسوه. استنادا لحلف دولي يهدف إلى تركيع مصر. استنادا إلى مخطط أصلا قديم من أيام الحلوب الصليبية. ودسمها وإن كانت هي حروب استعمارية ولا تنتمي لأي دين من الأجيان. استنادا لخطة تهدف لتركيع مصر عبر حجس مياه النيل عنها. مصر كما قال هيرادوت هبة النيل يريدون لم يستطيعوا بالحروب. لم يستطيعوا بالاحتلال. ولم يستطيعوا بالحروب المختلفة أن يقهروا مصر. يريدوا عبر حفظ المياه أن يخضعوا مصر بالكامل لإرادتهم. نحن نرفض وأنا هنا أتحدث باسم الشخصي. ولاست باسم اللجنة وكويس أن أسعدتك قريت نصوص بيان الجابعة الشعبية وأشرب العضو فيها. وإن كنت لست متحدثا باسمها إنما كمواطن مصري. أرى ويرى معي كاسيرين جدا أغلبيتنا وشعبنا أنه ليس من حق إثيوبي أن تمنع مقنين. وأن هذا شكل من أشكال العدوان على حياتنا. هذه ليست تنمية. لو أن الأمر تنمية كما كان الخبراء من قبلي وأنا لست خبيرا قالوا أن الملء لحد حوالي 13 مليار يكفي للكهرباء من أجل تنمية الشعب الأسيوبي وشعب الشقيق. ونحن جوار في هذه الحق ومن حقه أن ينامي. لكن ليس على حق الحياة. سيد كمال هذا كلام مفهوم وقيل كثيرا. لكن هو سؤالي واضح. ماذا تريدون من السلطة في مصر الآن في هذا الصدد؟ نحن نريد من الأسيوبيون. نحن والسلطة والشعب المصري بكل قواء بلا استثناء. نريد من الأسيوبيين أن يتراجعوا عن هذا المخطط. لن تحبس مياه مصر. الميل يجري مجرد مصر. وإن لم يتراجعوا سيد كمال أبو عيطا. وإن لم يتراجعوا. أتقل أنا وفق القانون المصري حتى حق الدفاع الشرعي عن النفس. وده دفاع عن النفس. وهنا مش كلام بكلم عن حقوق الإنسان. وده حق الحياة مقدم على كافة الحقوق. نحن مهددون في حق الحياة الأجيال القادمة. بل نحن لن نجد مياه لا للزراعة ولا الإعمار ولا للشرع. وهذا يهدد حياتنا بما يعطينا الحق في استخدام كافة الوسائل. من أجل حق الدفاع الشرعي. منذ أيام ليست ببعيدة. السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري. قال أن مصر قادرة على استعاب أي ضرر يحدث من خلال. بسبب عملية المال الثاني واستكمال بناء سد النهضة. وعلى ما يبدو أنه كانت وجهة نظره فكرة أن مصر لن تدخل في حروب مع إثيوبيا في هذا السياق. لأن لديها بدائل. ما رأيك؟ السيد وزير الخارجية يقول ما يقول. لكنني من واقع المواطنة كمصري. المياه ليست اختصاص وزير الخارجية ولا أي وزير. المياه شرياني الحياة لمصر تختصاص كل المصريين. وكل المصريين يجب أن يدخلوا على الخط من أجل منع هذه الجريمة. دي مش جريمة تتعلق بنا. هذه ستكون جريمة مستمرة. تقضي على الأخضر واليابس في هذا الوطن. تقضي على الأجيال القادمة. نحن ملتزمون أمام شعبنا. أن نسلم بلادنا كما كانت. يا سيد كمال أبو عيطة. ماذا لو لدى السلطة والنظام في مصر وجهة نظر مختلفة. ليس فيها أبدا العمل العسكري مع إثيوبيا. ما رأيكم في هذه الحالة؟ أشك أن أعتقد أن أي سلطة في أي بلد. إن لم أستادت السلطة في مصر تاريخيا. السلطة نشأت فيها على ضفاف النهر. نهر النيل هو سبب نشأة الدولة في العالم. بل وفي مصر هو سبب نشأة الدولة. وقامت الدولة بالأساس في مصر على حماية. وإن لم تقم السلطة بأي عمل عسكري ضد إثيوبيا. هل هذا يؤثر في شرعية هذه السلطة مثلا؟ أشك في أن خيار العسكري أشك في عدم وجوده. ومعنى أصح أن أشك في تصعات السيد وزير الخارجية. وده لا تعبر عن الشعب المصري. أنتم لديكم رؤى إذ لم تقم السلطة بوجهة نظر أخرى مختلفة. ممكن يكون مجتمع دولي وإلى آخره معقد. وبالتالي لديها حلول أخرى غير الحلول العسكرية. هل لديكم طرحة آخر لهذه السلطة؟ هل ستقومون بإجراءات ما أنتم كتكتل أي أن كان؟ أم ماذا؟ نحن نستطيع باستخدام قوى شعبنا أن نضغط من أجل تغيير الموقف الأثيوبي المتعنت. هم ينفردوا ببعض المفاوضين. ماذا ستفعلون؟ ما شكل هذه الضغوط يا سيد كمال؟ الوسائل الشرعية المدنية المتاحة لنا قانونا في التحرك. واستخدام كل قوانا الشعبية في الضغط من أجل تأمين مياه النيل. يعني مثلا في 30 يونيو كان أحد الأسباب بسحب الثقة من الرئيس راحل محمد مرسي. هي كانت مسألة التعامل مع مياه النيل. هل هذا أيضا سيطرح؟ هيبقى مطروح؟ ما يطرح للرئيس السابق ويطرح لكل الرؤساء. وإن كان الأمر الآن مختلف. الخطر أصبح وشيكا وقريبا. وأنا أتصور أن خلال مدة وجيزة أشعر بذلك. لابد أن يكون هناك حلا يضمن المستقبل. لأن المراوغة المفاوض الأسيوبي أنا أعتقد تدعو لتجنيب. يعني وكأنك تقول إن لم تقم السلطة الحالية بخطوات جدية في هذا السياق. ستطرحون الثقة عنها. ستطالبون بطرح الثقة عنها. وسحب شرائتها. هل هذا صحيح؟ مش بسيط بالخطر الأكبر من أجل خطر أقل. أنا بتكلم عن الخطر الأكبر وهو حماية نهر النيل. اللي إحنا مكلفون عبره. حالوا إقروا على ما عبدنا. إقروا على ما عبدنا نحن مكلفون جميعا بأن نحمي مياها النيل. جزء من العقيدة الدينية للمصريين القدماء قبل الأديان حماية مياها النيل. سنحمي مياها النيل بكل قوتنا. وأنا في هذا السن مستعد أن أحمل السلاع دفاعا. عما أنني لا أعتقد شواركني في هذا كل المصريين. وإن لم يشاركك النظام في هذا التوجه ولديه توجهات أخرى. ماذا أنت فاعل؟ لا أنا ولا غيري ولا الشعب المصري سيرضى بالسكوت على قتلنا عطشا. على موتنا عطشا. محدش هيسكب على هذا. أنا واثق أننا لابد أن نمحي. هذا الضرر وفورا. والمسألة أصبحت أعتقد ساعات. لأن الملء الثاني سيجعل من الأمر مستحيل. بالعكس قد يذهب بعضنا لحماية هذا السد من الانهار. حتى لا تغرق السودان. حتى لا تغرق مصر. شكرا. تم الملء ستغرق بلدنا. يجب أن نمنح هذه الجريمة. السيد كمال أبو عيطة وزير العمل السابق. كنت معي عبر الإنترنت من القاهرة. أشكرك شكرا جزيلا. شاهدين الكرام. المسائية مستمرة بعد الفاصل المفوضة العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أونروا يزور حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. ويقول إن إجلاء الناس من منازلهم يتعرض مع القانون الدولي الإنساني. ابقوا معنا. أنا كمفوض للأونروا ملتزم بالدفاع عن حق هذه العائلات بالبقاء في الشيخ جراح وبشكل عام في القدس الشرقية. نعرف أيضا ما يجري في بلدة سلوان. إجلاء الناس من بيوتهم يتعارض مع القانون الإنساني الدولي. اشتركوا في القناة